مشاهدين الكرام للحديث عن كل ما سبق معنا في الستوديو الكاتب والباحث والسياسي الأستاذ حسين سبعه وهنا بك أستاذ حسين بداية محاولات مستميتة متكررة من قبل القوات الحكومية بإعازة حكومية طبعا ومن قبل الميليشيات لفتح الطرق والجسور التي أغلقها المتظاهرون ما أهمية إعادة فتح هذه الطرق والجسور بالنسبة للحكومة وللميليشيات يعني الحكومة حرصت على أن تريد أن ترسل رسالتها بأن المتظاهرين قد تراجعوا وأن الحياة طبيعية في بغداد لأنه يدركون أنه غلق الجسور هي رسالة للداخل والخارج حتى من لم يشترك في التظاهرات فسيعلم من خلال الاختناقات المرورية والازدحامات وكذا يعلم بأنه المتظاهرين في الساحة والمطالب ما زالت مستمرة فتح هذه الجسور تعطي رسالة بأن المتظاهرين قد تراجعوا وقد يعني عن مطالبهم أو قد يقولوا بأنه لبوا مطالبهم وهكذا يالحكومة منذ الـ 11 وإلى الآن هي حركة مد وجزر بينها وبين المتظاهرين كرا وفرق حول قضية الجسور لأن الجسور مهمة جدا فيها رسالة الداخل وفيها رسالة الخارج بالمقابل المتظاهرين قاموا بإعادة فتح هذه الجسور أو بإعادة إغلاقها التي قامت القوات الحكومية بفتحها وتحدوا بذلك الرصاص الحي وقنابل الغاز وكذلك انخفاض درجات الحرارة كيف يفسر هذا الإصرار على الاستمرار في الاعتصام المدني؟ يعني أولا المتظاهرين علينا أن ندرك أن هؤلاء الشباب هم لديهم مطالب سياسي وليست مطالب في أوي حتى يتراجعوا عنه ثانيا هي ليست مظاهراتي انتفاضة الانتفاضة شيء والتظاهرات شيء آخر التظاهرات ممكن تكون ساعة من الوقت أو ساعتين أو ثلاث ثم يعود المتظاهرين باعتبار أوصل رسالتهم إلى الجهة المعنية اليوم العراق في الشهر الخامس فما موجود هو انتفاضة لا يمكن أن نحدد له المكان ولا يمكن أن يحدد له الزمان ولا يمكن أن نحدد له نوع المطالب الحكومة هي يعني هؤلاء المتظاهرين هم خارج سيطرة الحكومة عليها أن تدرك بأن هؤلاء المتظاهرين لديهم مطالب سياسية وقد انتقلت التظاهرات إلى انتفاضة وللانتفاضة آليات مختلفة غير التظاهرات هذا ما لا تريد أن تحي هذه الحكومة سيد الحسين طبعا مع الإصرار الحكومي على القمع يزداد إصرار المتظاهرين والزخم المستمر في ساحات التظاهر هذا الزخم ما الذي يمكن أن يؤديه في المستقبل خاصة في ظل آلة القمع الحكومية التي تقابل به شوف يعني كل الباحثين والمتابعين كانوا يتوقعون بأن التظاهرات ستستمر إلى شهر أو شهرين أو هكذا خصوصا في العراق بحكم طريقة القمع التي تتمارس الحكومة بحكم طبيعة المناخ والجوة البارد قارس جدا بعدة أمور لكن هؤلاء المتظاهرين أثبتوا أنهم أصحاب مطالب مشروعة وطنية لا يمكن التراجع عنها المطالب الوطنية سيدي لا يمكن التراجع عنها على خلاف الآخرين وقد أحرجوا الحكومة وفضحوا الحكومة هذه التظاهرات أو هذه انتفاضة هي فاضحة فضحت مشروع الحكومة وتبعية لمن فضحت الذين أرادوا أن يركبوا الموجة لأنه لا يستطيع أن يصبروا كما صبر هؤلاء كانوا توقعون أسبوع ثم تنتهي لهذا سبب هؤلاء المتظاهرين الشباب يحملون مشروعا وطنيا لا يمكن التراجع عنها وقد قدموا الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخطوفين ومع كل هذا واستخدمت معهم كافة أساليب القمع مع هذا هم مصارين لأنهم يحملون مشروع وطني يمثل العراق بكل أطيافي بكل مذاهبي بكل قموياتي أستاذ حسين كانت لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت لتنظيم تظاهر نسوية الخميس للرد على الإساءة التي حصلت في تظاهرات والاعتصامات لعدد من النساء المشاركات وكذلك الطالبات ما أهمية هذه التظاهرة في هذا الوقت بالذات خاصة لما شهدناه من دور للبرأة العراقية في هذا الحراك الشعبي يعني بداية أولا هو أي إساءة للمرأة العراقية هي مرفوضة ومدانة ولكن هذه الميليشيات لا يصدر منها إلا مثل هذه التصرفات لأن الميليشيات لا تحمل مشروع وطني هي إما مرتبطة برجل دين متطرف أو بسياسي فاسد فبالتالي هي لا تحمل مشروع وطنيا في بداية التظاهرات كان خروج المرأة إلى التظاهرات حلال وعندما تراجعوا قالوا الخروج حرام واختلاط وإلى خريف لهذا سبب هؤلاء أساءوا إلى هذا الدين الحنيف وإلى المرأة وجود المرأة في أي تظاهرة وفي أي انتفاضة هي تعطيها الشرعية الكاملة وهي تحرج بقية الرجال إلى الخروج في ساحات التظاهر وخصوصا في المجتمع العربي والعراقي تحديدا عندما تخرج النساء يخجل بقية الرجال من البقاء في البيوت لهذا سبب وجود المرأة هو زيادة زخمة التظاهرات وأعطاها سقف عالي سواء في المطالب وفي الأداء إذا تحدثنا قليلا عن الميليشيات التي قامت بالاعتداء على النساء خاصة في الفترة الأخيرة ساحة التحرير وطالبة في خيمة كلية الفرابي عن طريق ميليشي سراء السلام مقتد الصدر بعد أن خرج بتغريدة لحل القبعات الزرق هاجمت الميليشيات بعدها بسوائعات ميليشيات سراء السلام التابعة له هاجمت المعتصمين ما الذي يحاول أن يفعلها؟ شوف مقتد الصدر والتيارة يعيش أسوأ أيام وأسوأ حالة يعيشها في هذه الأيام اليوم حتى أتباع مقتد الصدر لا يعرفون ماذا يريد حل الميليشيات شكل قبعات الزرقاء حلت القبعات الزرقاء القبعات الزرقاء يوزعون وريد القبعات الزرقاء يحملون مساعدين للقوات المشكلة أنه يعيش أسوأ أيام لماذا؟ لأن مقتد الصدر لا يستطيع أن ينقلب على العملية السياسية ولا يستطيع أن تخلى عن هذا الجمهور جمهور كبير وعملية سياسية مستفادين منها هذه التظاهرات ميزت إما أن تكون هنا أو تكون هناك أما القبعات الزرق ما هي إلا ميليشيات امتدادة لجيش المهدي الذي كان يقتل المواطنين سواء كانت نساء كانوا نساء أم رجال وبالتالي هذا الاعتداء على النساء هو يثبت غياب الحكومة ويثبت غيابا لا دولة في العراق اليوم أنا ما سمعت مسؤول الحكومة يقول ما هذه الميليشيات الزرقاء ما هي شسم هذه القوات ما هو شكلها مع من مرتبطة زارة الدفاع الداخلية مكافحة الإرهاب ما الذي يجري في العراق كل واحد يأتي بشكل له مجموعة ويقول هؤلاء مع القوات الأمن هؤلاء ضد القوات يحدد الحكومة يداهن الحكومة ما تفتهم اليوم الموجود في العراق إلا مفهوم واحد أنه غياب الدولة كاملة عن المشهد العراقي نشر موقع المونيتر البريطاني تقريرا جاء فيه بأن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يتحصل على أي ثقة لدى المتظاهرين لأنه ببساطة لا يتوافق مع المواصفات والمطالب التي وضعوها في بداية هذه الثورة ما الرهان الذي تراهن عليه اليوم السلطة بفرضها لمرشحين من ذات العملية السياسية المرفوضة من قبل المتظاهرين أولا المرشح المكلف محمد علاوي لا يستطيع أعتقد أنه لا يستطيع أن يشكل حكومة وفق البرنامج الذي أعلنه والتعهدات الذي أطلقه قال أنه سيشكل حكومة بعيدة عن الكتل السياسية من يصوت لك بدون الكتل السياسية؟ المتظاهرين رفضوه والكتل السياسية لا يمكن أن تقبل به كرئيس الوزراء بدون أن تأخذ حصتها من الوزراء فإذا ما الذي جاء به جديد؟ وهو تعهد بأنه سينسحب في حال الكتل السياسية ضغطت عليه وأنا واثق والمشاهد العراقي واثق بأن محمد علاوي لا يستطيع أن يشكل حكومة بدون رضا الكتل السياسية إطلاقا لأنه لا يمكن بل لهذا السبب أعتقد أن محمد علاوي بحد ذاته لا يستطيع تشكيل حكومة وسيعتذر أو سيفشل دستوريا أنا ثلاثين يوم في حال عدم تشكيل حكومة يعتبر من حق الرئيس الجمهورية أن يعفي من هذا التكليف وبالتالي ندخل في دوامة أخرى فأعتقد لا يستطيع محمد علاوي أن يشكل حكومته وفق التعهدات التي أطلقها إلا أن يتراجع عنها علنا ويدخل وكأنما استبدل عادل عبد المهدي بشخص آخر نسخة من سيد عبد المهدي أو تمديد ربما التمديد عشرة أيام ولكن لا أعتقد سيكون هناك تمديد لأنه الحالة الانفصام كبيرة حالة الخلاف كبيرة ليست خلافات جزئية بسبب وزارة أو بسبب لا الموضوع ليس كذلك الموضوع هناك كتل تريد حصتها من ورئيس الوزراء لا يمكن أن يشكل حكومة بدون رضا الكتل من يصوت عليه لأن الخلل الذي حصل أنه مدلس النواب لم يحل ما دام مدلس النواب لم يحل لا يمكن أن تأتي حكومة بدون التصويت عليها ولا يصوت مدلس النواب بدون حكومة ما يأخذ حصته منها فإذن لا يمكن هذا الأمر لا يندمج مع مطالب المتظاهرين العراق في انتفاضة لا يستطيعون إلا أن يحل مدلس النواب تشكل حكومة انتقالية ثم آنذاك تبدأ مراحل جديدة أخرى أما في هذه الحالة ستبقى الأمر على ما هي عليه سيد الحسين في كل ما تحدثنا به وتفضلت به تبقى هناك نقطة أن المجتمع الدولي لا يزال يشاهد ما يحصل في العراق أزمة سياسية بهذه الطريقة وتظاهرون يقمعون كما نرى ولكن لا أحد يتدخل ما الأسباب؟ شوف أولا مجتمع الدولي أثبت أنه يتحرك في مصالح بعيد عن المبادئ مبادئ حقوق الإنسان مبادئ الديمقراطية كل هذه تخلى عنه وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي المسلم الدولي يحتاج ضغط أكثر عليه لأنه مسك العصر من الوسط المتظاهرين لم يسمعون منه إلا تصريحات لا تسمون ولا تغني عن جوح إضافة للدور الإقليمي الدعم للحكومة ما زال لحد الآن يعتبر هو دعم للحكومة سكوت المسلم الدولي هو دعم للحكومة وليس دعم المتظاهرين لحد هذه اللحظة لا توجد قرارات لا توجد إدانة قوية على الحكومة على هذا القمع لا توجد محاكمات لم تحرك دعاوة قضائية ضد القتل فبالتالي لحد هذه اللحظة المسلم الدولي موقفه سلبي يعتبر في قضية العراق وفي مطالب الشباب الديمقراطيين في هذا السياق بالحديث عن صمت المجتمع الدولي وعلى الرغم من كل التقارير للمنظمات الحقوقية ما يزال هناك ملاحقة للناشطين للمحامين اليوم كان هناك محاولة اغتيال لمحامي دفاع كان يدافع عن المتظاهرين المنتفذين كيف يفسر ذلك؟ يفسر أن الميليشيات هي سيدة الموقف هي التي تقتل وهي تصرف خارج القانون وفوق القانون لا يمكن محاسبتها غياب الدولة العراقية المنظمات الدولية لحد هذه اللحظة لا تحرك ساكل لأنه من يقتل هو ليس من لو ما يحدث الذي يحدث في العراق حدث في أي دولة أوروبية أخرى لتحركت جميع هذه المؤسسات وقامت القيامة ولم تقعد لكن طالما ما يجري هو في منطقة عربية إسلامية وبالتالي غضب عنها الطرف حسب مصالحهم يتحركون وهذه البرغماتية لا تلق بمؤسسات الحقوقية الحقوقية ليست فيها برغماتية فيها حق وفيها باطل لهذا السبب لحد هذه اللحظة أيضا هي جزء من هذه المنظومة الدولية المنحازن للحكومة التي تتحرك وفق مصالحها شكرا جزيلا لك أستاذ حسين السبعاء الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في ستوديو الرافدين شكرا لكم